لم تكن المدينة وأخواتها المحررة لتنعم بالحياة لو لا تضحيات أبطاله هنا في الفلوجة حيث الأمن تحت راية الوطن الواحد عمت الاحتفالات شوارع المدينة مخلدة انتصارات الجيش العراقي التي أسهمت بعودة أبناء الأنبار إلى مدنهم يجب علينا أن نحافظ على تلك الانتصارات ومن هنا نؤدي تحية حب والاحترام لأرواح شهدائنا الأبطال وكذلك الشفاء العاجل لجرحانا أهل الفلوجة نشكرهم على تعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية وكذلك في عملات التحرير لاحظنا هم الشويخ والناس أهل الفلوجة هم يمشون أمام قطعاتنا في عملات التحرير فنشكرهم اليوم نحن من مدينة الفلوجة كاد النساء نشارك فرحة الجيش العراقي الباصل بكل صنوفه ومراتبه كل عام والجيش العراقي بألف الخير ورحمة والخلود للشهداء العراقيين حماية حدود العراق من خطر الإرهاب وأي خطر خارجي مهمة شاقة تقع على عاتق الجيش العراقي الذي كان وما يزال سور الوطن وحصنه المنيع فمهمته على الحدود الذود عن حمل وطن وسلامة أبنائه وقد أصبحت أولوية بعد أن أتمت جيش واجبه ببسالة في استعادة المدن وهو ما يدفع أبناء الأنبار للتعاون بشكل أكبر لإنهاء ثقل أضيف على كاهل الجيش داخل المدن بالإضافة إلى واجبه خارجها الجيش العراقي وكل الأجهزة الأمنية الموجودة في محافظة الأنبار قاتلت بفريق واحد من قيادة شرطة الأنبار والحج الشعبي والحج العشاري قاتلوا بضراوة وبشراسة لتحرير هذه المحافظة العزيزة غاية تشرف وراية ترفرف راية ستبقى ترفرف بتضحيات كبيرة ارتوت بها هنا أرض الفلوجة في الذكرى الواحدة بعد المئة لتأسيس الجيش يؤكد سور الوطن وحصنه المنيع على وحدة الصف بين المواطنين والقوات الأمنية كما يؤكد على ضرورة أدائه واجبه على الحدود خارج المدن من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة